موقع ألماني شهير عمل استطلاع رأي في ألمانيا عن الوجهة الأكثر إقبالاً يعني عليها في الأسابيع الجاية الكريسمس والكلام ده بالنسبة لألمانيا والمفاجأة أنه الحمد لله مصر بتتصدر الموقع أو الجمعية اسمها VIR الخبر هيظهر قدام حضراتكو على الشاشة من موقع FVW الألماني بيتكلم أن مصر الحقيقة هي الوجهة الفائزة في الصفر في هذا الشتاء تعالوا نشوف التفاصيل اللي وردت في هذا التقرير مسح أجراته جمعية ألمانية للصفر مع موقع أماديوس الشهير أماديوس هو حاجة زي booking.com كده موقع شهير لحجوزات الطيران والفنادق اعتمد على الباقات المحجوزة عبر محركات الحجزة عبر الإنترنت عن الوجهات الأكثر شعبية عند الناس الألمان الجماعة الألمان في أسابيع الشتاء القادمة إيه المفاجأة؟ مصر احتلت المركز الكام مصر المركز الأول الوجهة الأعلى طلبا لدى الألمان بنسبة 31.18% استحوذت مصر على تلت الحجوزات اللي في شركة أماديوس تفوقت على مين مصر بقى في الكريسموس الجاي على أسبانيا، على تركيا، على البرتغال، وعلى الإمارات تفوقت على أسبانيا بحوالي 3% تفوقت على تركيا بحوالي 15% بالنسبة لألمانيا، احنا بس بنتكلم على ألمانيا بس المفاجأة كمان أن مطار الغرداء كان الأعلى شعبية وتقدم على أنطاليا في تركيا الألمان التقرير بيقول أن بيفضلوا فنادق الخمس نجوم والأربع نجوم بمتوسط من أسبوع لأسبوعين إقامة اللي هما الكريسموس تقريبا وأن الأسعار في الليلة الوحدة ارتفعت بنسبة 10% عن قبل كده لكن الرغبة في السفر عند الألمان لمصر لا تزال رغبة عالية وبيختم التقرير بيقول الحقيقة أن الأرقام دي أعلى من أرقام السنة اللي فاتت بشكل كبير جدا ده تقرير مهم أتمنى أنه يوصل للسلطات في مصر أتمنى أنهم يهتموا بالكلام ده أتمنى ما أسمعش الفترة الجاية عن حالات تسمم في فنادق الغرداء أو أنه مش عارف فيه قرش أكل رجل حد في البحر أو مش عارف كذا يا جماعة الخير فيه فرص متاحة أنتوا بتضيعوها وبتخربوا على نفسكم كل حاجة التقرير موجود على الموقع الألماني أتمنى أن الحكومة تقدر تستثمر ترجمة نانسي قنقر